اوك بسم الله الرحمن الرحيم معكم اسلام شلول طالب الدكتور صيدلة بدي اصرح لكم جزئية من سوتكس ون يلي بتحكي عن تو ميثود اللي هي كريوسكوبك ميثود ان اللي هي ن اي سي ال كوبيلانس ميثود تمام طيب هلأ ليش انا اصرحت لكم ان انا بدي احكي لكم قوانين سهلة تقدروا تحلو فيهم الاسئلة تمام ببساطة اه طيب هلأ بس بدي احكي لكم شغلة انه عندكم مادة السكند اه هي اكتر فلصة انكم نجيب في علامات عالية تمام لانه مادتها كثير بسيطة وسهلة وبرضه كمام بدي احكي لكم انكم في حال اي حدا منكم يتمكن من الكيمية التحليلية بامكانه انه يشطب على كل قوانين سوتكس ون تمام يستخدم قوانين الكيمية التحليل انها نفسها الفرق انه سوتكس ون معقدين القوانين وكثير مكبرينها وكيدبلوا على ابصر ايش وعلى كي اي في كي بي المهم بامكانكم تستبدلوها بقوان كيمية تحليلها ابسط واسهل اصلا مادتكم السكند نفسها مادة السكن للكيمية التحليلي انا هاد الفصل ثاني بشرحها طبعا مادة السكن للكيمية التحليل تحكي عن اللي هي الاحماض والقواعد القوية والاحماض والقواعد الضعيفة وبرضه كم تحكي عن الصوتس وعن البفر وكيف حساباته تمام اي اش ممكن انتم تواجهوا بمادة السوتكس وانو مش عارفين كيف تستخدمها او كيف التعاملوا مع اللي هي المسائل بامكانكم يمكن تشوفوا الفيديوهات اللي انا ما زلوهم على قناتي على اليوتيوب تمام طيب اه طبعا يعني مش قاعد بحكي لكم عن عبث انو تستخدم القواني كيمية تحليل انا جيبة 13 من 15 اه كان الامتحان اصلا عن دكتورة خلوت تمام اه كان 15 سؤال جيبة 13 من 15 لو حولتها الى 25 تقريبا من 23 من 25 تمام فكانت صراحة يعني مع انو احيي امتحاناتها كثير صحبة فا ولكن يعني الحمد للان انا جوت منها بدون ما استخدم ولا قانومي من السوتكس ماعد اللي هي اشياء مثلا الغريبة اللي هي الايزو مش موجودة هاي بالكيمية التحليل ولا اللي هي البفر كباسيتي مثلا فلا هاي بكون انا حافظه من السوتكس وان تمام اما الباقي كله كامل كيمية تحليلية طيب كمانا لهون كمانا هلا راح نبلش باللي هي الكريسكوبك ميثود اول مثود طيب تمام هلا راح نيجي على السؤال اول بيحكي لي how much sodium chloride is required to render 100 ملي of a 1% solution of amorphine hydrochloride isotonic with blood serum علما بانو delta tf طبعا شو هاي هي عبارة عن اللي هي freezing point depression of amorphine hydrochloride تمام علما بانوه تساوي 0.08 salacious تمام حلا لحل هك مسائل بستخدم لها هذا القانون تمام ام يحكي لي عن freezing point depression بدي استخدم هاد القانون طب شو هاد القانون يمثل؟ طبعا بهاد السؤال بيكون بده مني الweight اذا الwho هاي عبارة عن weight تساوي 0.52 هذه الثابتة ناقص اللي هي شو اللي هي freezing point depression تقول اللي هي هاي القيمة تمام القيمة هات تساوي 0.08 تمام والc هو concentration of the drug solutions تمام وان الconcentration هي عبارة عن ال 1% اللي بتكون رقم ومعه ال percent هاي عبارة عن concentration في حال كانت gram احنا راح نتعامل معاها على اساس نحولها ل percent زي هاي تمام me راح نشوف بالمسائل اللي قدام وتقسيم 0.58 هي ثابتة في الVolume هي الVolume يعني اوكي اللي هي 108 اللي هون كاتب اللي اياها تقسيم 100 هي ثابتة تمام طيب اذا زي ما حكينا انه عندي انا هون الA هي عبارة عن Freezing Point Depression اللي هي هاي القيمة تمام وC هي الConcentration of Drug Solution اللي بتكون بالPercent تمام وعند الVolume اللي احنا عارفينها عادل حجم الطبيعي تمام طيب هسا لو انا بدي ارجع مرة ثانية بحكيلي هون نمسح نمسح اوكي فبحكيلي هون اذا How much نعيد مرة ثانية How much sodium chloride is required to render 100 ملي 100 ملي هاي ايش اللي هي الVolume حلو طيب Of 1% هاي عبارة عن Concentration نكمل نكمل اللي هي Freezing Point Depression قيمتها تساوي 0.08 اذا هاي قيمة اللي هي الA تمام ونعوض بشكل طبيعي بالقانون اللي هي 0.58 5.2 ناقص اللي هي الA 0.08 في الConcentration اللي هي واحد اللي احنا حطيناها تقسيم 0.58 في الVolume اللي هي 100 عالمية بطلع معاي الجواب بشكل سريع اللي هي 0.7586 جرام تمام اذا احنا طلعنا الويت اصلاً بالسؤال هاي بده الويت اذا احنا طلعنا حلو حلو هاد اول سؤال وعلى السؤال الثانية شانترفنا بسرعة استخدمنا القانون وحلينا بشكل مباشر عند السؤال الثاني How much sodium chloride is required to render 200 ميلي اذا لما انا اشوف بالبداية اول لما اشوف السؤال فيه The freezing point depression معناته انا رح تختم هاد القانون تمام فانا بدي اشوف وين المعطيات بهذا السؤال منبلش How much sodium chloride is required to render 200 ميلي هاي عبارة عن volume بالميلي Volume Of 3.5 solution لما يكون معاه percent هاي عبارة عن concentration Solution of the extrose isotonic with blood serum العلمة بانه point depression عبارة عن 0.09 اذا هاي قيمة الا اذا استخدمت هاد القانون بعوض بشكل مباشر weight تساوي بيحكي لي how much معناته هو بده weight اذا ما استخدمت قانون هادا weight تساوي 0.52 ناقص الهي الا احنا طلعنا ها 0.09 تمام ضرب الconcentration هي 3.5 تقسيم الهي 0.58 هاي ثابتة اذا هاي وهاي ثابتة وهاي ثابتة تمام بس بعوض بال A والC والV الV هي عبارة عن 200 تقسيم مية تمام احنا طلعناها طلع معا جاوب weight هو عبارة عن 0.706 تمام طيب السؤال اللي بعده قبل ما ابلش قبل ما اكمل نشوف شو هو السؤال معطينا هو عبارة معطينا عن freezing point pressure معنات عن رح تخدم هاد القانون تمام بشوف شو ما اعطيات بهذا السؤال عنده 300 ملي هي عبارة عن الvolume ومعطيناها 300 تقسيم مية تمام بطلع معي weight 1.458 شفتم مسهلها يا جماعة طيب هلأ رح اروع المثود الثاني اللي هي NAC equivalent method بحكي لي بالسؤال هذا رحكون انا عندي اللي هي equivalence تمام تمام اللي هي E value تمام هاي هي equivalence method تمام طيب لما اشوفها رح استخدم هاد القانون اللي بحكي لي هاد القانون ثاني تمام مش زي هاداك اذا بحكي 0.9 ناقص اللي هي اللي هي equivalence في اللي هي concentration ضرب اللي هي volume علامية اذا حكينا اللي هي E اللي هي الاني ال equivalence value C concentration drug solution اللي هي volume of drug solution تمام طيب نرجع مرة ثانية بحكي لي هون نكمل ونشوف شو معطيات بالسؤال solution contain 2.5 جرام حلو هاي عبارة عن concentration ولكن بالقرام وانا ما بديها بالقرام رح حولها كمان شوية لأيش لpercent هسا نحشوف كيف الطريقة of ephedrine sulfate in volume اللي هي 100 مل اذا هاي عبارة عن ال volume be added to make the solution isotonic علما بأن the value for ephedrine sulfate is 0.9 اذا هاي عبارة عن e حلو حكينا هون لو عطانيها بالpercent خلاص بعوض مباشرة بالقرام ولكن ما عطانيها باليقرام شو بدي أعمل بهاي الطريقة بحكي كالتالي انه 2.5 كمال حجم الليها هاي عبارة عن 100 ملي صح حلو عبارة عن 100 ملي طيب هون بحط x علما بأن كل x عبارة عن 100 ملي تمام طيب حلو جماعة طيب هسا بضرب تبادلي بطلع معي قيمة x تمام اللي هي تساوي c اللي هون احنا طلعناها هون كالتالي تمام حلو بطلع معي قيمة 2.5 c حلو هسا بعوض مباشرة بتطلع معي 0.9 ناقص اللي هي حكينا 0.23 بالقانون بعوض e وبعدين بعوض c ضرب c ضرب بعدين اللي هي الولوم العالمية الولوم يعطيني 100 ملي بطلع معي الويت عبارة 0.5 جرام حلو طيب اروح اللي بعده السلوشن كونتينز قبل ما نكمل شو ما عطيني هون انا بالسؤال evalu تمام معنات ان رح ساخدم اي قانون رح ساخدم هذا القانون بدي اشوف شو المعطية عشان اعوض بهذا القانون بيحكي السلوش in a volume of 250 ملي اذا هذه عبارة عن الفوليوم المعطية المعطية بانه العبارة عن 0.16 اذا هذه عبارة عن اي لو كانت هاي بيرسنت رح عوض مباشرة بهذا القانون ولكن هنا بالقرام رح حولها لبيرسنت كيف رح حولها لبيرسنت بحكي 3.7 لكل ملي كم ملي هون عندي 3.7 على كل 250 اكس وهون 100 رح اضرب ضرب تبادل بطل مع قيمة الاكس تساوي 1.48 اذا معوض بالسي بهذا القانون مكان هاي ما بعوض به هاي بالقرام بعوض هاي طيب هس بعوض 0.9 ناقص اللي هي الاي كم 0.16 ضرب الكنسنت احنا طلعناها قبل شوي 1.48 ضرب اللي هي الوليوم اعطنيها 250 تقسيم اللي هي 100 طلع معي الويت وساوي 1.65 8 حلو جماعة شفتم ما ابسطها بس باستخدام قانون نقدر نحل هاي المسائل اللي هي الخمسة والباقي عليكم طبعا فيه كمان مسائل كتير ورح انزلكم ملف اسئلة تشوفوا كيف طريقة اللي هي الحل او انا يعني الاسئلة هاي من مادة السكند ورح اضط على كمان اسئلة من الفصول الماضية تمام طبعا المادة نفسية مش رح تختلف اذا كانت هاي الاسئلة عند دكتور خلود او عند دكتور وصفي او نسيب تمام طيب فحلوهم الافكار نفسها يعني رح تكون وكتير سهلة اتدربوا عليها ان شاء الله بالتوفيق أعطيكم العافية